أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية باريس ستدعو الرئيس السيسي لزيارتها وتقفل موضوع حقوق الإنسان وإيطاليا توقع اليوم مع السراش من أجل الوطية وقاعدة الوطية وإعادة التشغيل فيها ولم يتوقف الأمر عند هذا بل إن ميدوس اليوم تدخل أيامها الأخيرة وفي الترتيب النهائي نجد أمرين خطيرين للغاية ما حدث اليوم في محاولة دخول فرقاطة بيري من نفس الطراز بيري التركية وأوقفتها فرقاطة مصرية بيري أيضا عن الدخول في نطاق المناورات أو نطاق العمليات شنوب كريت وكانت الفرقاطة قد وجهت النيران وفي وضعية قتالية بالنسبة على حد مصادر القبرصية والحرس الوطني في قبرص فقد أكد لصحفه وننشر أمامكم الرابط فورا أن هناك محاولة لاقتحام نطاق العمليات لأن اليوم هو آخر أيام هذه المناورات ميدوزة العاشرة أو الدورة العاشرة من ميدوزة لكن ما حدث هو أن الفرقاطة التركية تراجعت أمام الوضعية القتالية للفرقاطة المصرية وأكادت الأمور أن تنفلت من عقالها هذا ما يؤكده القبارصة لكن هل المصدر واحد من قبرص؟ لا إنما هناك أيضا تقرير للنيتو يتأكد من خلاله إمكانية حدوث أو انزلاق الوضعية إلى حالة حرب كما في تعبيره تماما وهذا ما يعني أن مصر تحاول اليوم أن تكون في واجعة الصراع ضد تركيا وهناك اليوم ضوء أخضر قتالي من طرف السيسي ضد الفرقاطات التركية العاملة قريبا من منطقة المناورة هذه أولا المسألة الثانية هو بالنسبة لهذا التمرين وسط الجائحة كورونا وأمام الطائرات الهجومية حصرا لكل من مصر واليونان فإنه حسب مصادر القبرصية دائما وتؤكدها مصادر النيتو أو الحلف الأطلسي فإن نفس الطرازات اليوم في وضعية مواجهة كاملة ولماذا استدعى ماكرون السيسي في هذه اللحظات تحديدا للتأكيد لأن رد الفعل الفرنسي الذي وقع مع فرقاطة سابقة تابعة لبلده مع الأطراك قد تكرر اليوم أيضا مع المصريين وأن الدعم واحد وهناك سيوقع في باريس وهذا سبق لأسرار شرق أوسطية على اتفاق بحري لفرام جديدة وأيضا لإعادة هيكلة كاملة بما فيها في الأسكندرية سيكون هناك مركز استقبال بحري لبواخر وبوارج نووية فرنسية لأول مرة عندما سيكون السيسي في باريس سيوقع على اتفاقية في الموضوع استقبال الموانئ المصرية لما يسمى بالبوارج والغواصات النووية الفرنسية تماما كما حدث بين الروسي وما بين السودانيين وقد كانت اتفاقية السودان مع روسيا هي بمثابة إيذان بالقبول المصري لاستقبال نفس الطواقم النووية البحرية منها على وجه التحديد في الموانئ المصرية وبالتالي فإن الإسرائيليين قابلوا أيضا وهذا هو المستجد فيما قبل كامب ديفيد لم يكن هناك إمكانية لاستقبال نوع من البواخر كانت محددة جدا للاتحاد السويتي في الحرب الباردة أما اليوم فهناك تطور داخل التحالف الإسرائيلي القبر السليونين المصري الفرنسي بأن هناك إمكانية لاستقبال أي فرقاتة أو غواصة ذات حمولة نووية أو تستخدم التقنية النووية وهذا هو التطور الملموس الذي سيشاهده الجميع في الأيام القادمة إذن الاتفاق السري وهذا الحديث ما بين السيسي وما بين ماكرون في الرد القتالي على كل فرقاتة تركية في المجالات المغلقة العسكرية للمناورات كان قرارا من ماكرون نفسه وبالتالي فالفرقاتة التركية تراجعت وأعتذرت ثم انسحبت إلى المنطقة التي أعلنتها هي نفسها جنوب كريتز لأن هناك نافتكس أو ما يسمى بإنذار بحري أو تلكس بحري لمناورات في جنوب كريت خاصة للأتراك ردا على ميدوزة وبالتالي فأصبح الأمر صعبا للغاية بحيث أن الوضعية القتالية والضوء الأخضر القتالي لمصر أصبح واضحا جدا ثم هناك ورقة واستثمار لورقة نووية ضد تركيا الورقة النووية الفرنسية ضد تركيا وبالتالي فإن ما هو معول عليه اليوم في ليبيا هو التصعيد الكبير الموجه ليس فقط أمام اتفاق ما بين السراج وما بين إيطاليا لدعم البروتوكول المنجز ما بين روما وما بين أنقرة بخصوص الوطية إنما أيضا هناك محاولة من حكومة السراج لإبعاد الغرب الليبي عن هذا التوتر اليوم المصري التركي الذي يمكن في أي لحظة استخدام السلاح غير التقليد الفرنسي تماما من القواعد البحرية لمصر ويبدو أن الطائرات الهجومية لمصر واليونان لديهما نفس الضوء الأخضر ضد الطائرات والمسيرات التركية من جهة أخرى فإن هناك ترتيب آخر بنسبة للفرقاطة التركية عندما دخلت إلى نطاق العمليات وطلب منها الانسحاب لقد كانت الفرقاطة المصرية في هذا الاتجاه تحديدا تبرز أهمية واسعة لتواجد الحرس الوطني لقبرص وأن اليوناني اليوم مشاركة بفرقاطتين مع مروحياتهما وغواصة وأربع طائرات من الأف 16 منطلقة من مصر وأخرى تشارك في المناورات من الترابي اليوناني تراقب وتشارك ثم تعود إلى قواعدها في اليونان يعني هناك ثمانية أربع انطلاقا من مصر وهذا الذي يجب تحديده تماما هو أن الانطلاق من مصر اليوم ليس فقط بالنسبة لفرنسا من قواعدها البحرية وإنما أيضا اليونانية من القواعد الجوية المصرية وهذا تطور ملموس للغاية إذ رأينا أن الهليكوبتر شينوك مثلا وثلاث مروحيات A-H-6-4 وأيضا مع طائرة لـ C-130 وقوات خاصة اليوم ستكون بشكل شبهي دائم بمعنى أننا أمام تفسيرين واضحين للعمليات كلها الأولى خاصة بالبحرية وهذا دعم فرنسي في الموضوع سيكون التوقيع مع السيسي كما حكينا أيضا بالنسبة للقاهرة مع اليونان في قضية القواءة في قضية الأف-16 والتعاون الجوي بينهما بحيث سيكون جسرا جويا بين اليونان وبين مصر وحائط الأف-16 لحماية ما يسمى بما بعد ليبيا عموما وربما أيضا في كريت سيكون الخط في كريت لمنع الأتراك من التعامل المفتوح مع الأراضي الليبية إذن هناك اتفاقاني رئيساني في هذه العملية كلها ومؤثراني للغاية الاتفاق البحري النووي مع فرنسا في استخدامي بالموانئ واستقبالي في الموانئ والصيانة وغير ذلك من هذه الترتيبات بما فيها تصنيع فرن المحتمل أن يكون في حدود 2023 فيما بعد وأيضا الأف-16 بين مصر واليونان وسلسلة التوريد التي قلناها في وقت سابق وهذا ما يعني أننا أمام استراتيجية تحاول أن تفصل بشكل قاس ما بين تركيا وما بين ليبيا هذا ما يمكن تأكيده اليوم شكرا جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر